ماشيين بشكل كويس والدنيا كويسة وإشادات متتالية أه صحيح النتائج كان بيحصل لها صعود وهبوط من الموسم اللي فات ولكن كان فريق المقولون دايما فريق واقف على رجله حتى مع نتائج ممكن تبقى متراجعة في بعض الأوقات بس بيفضل فريق واقف على رجله ليه فجأة كده فجأة فجأة بدول مقدمات الجهاز الفني بقاعدة كابتل عماد النحاس يرحل عن المكون العربي طيب هو الأول بس كانت البدايات شوية يمكن أول ما الجهاز تولى المسئولية كان الموسم الأولاني بعد رحيل كابتل علاء نبيل الجهاز قدى بشكل كويس جدا والنادي ظهر بشكل كويس جدا ونهى الموسم ده في المركز الخامس وكان بينفس على المركز الرابع الموسم اللي بعديه كان فيه طموحات أعلى طموحات عالية جدا إن إحنا نبقى في المربع الزهبي ونلعب أفريقيا والحمد لله ده تحقق الموسم الثاني وحققنا المركز الرابع الموسم الثالث كان يعني ما بدأناش بأحسن شكل تقريبا شوية وكان فيه سوق أداء بشكل كبير وسوق توفيق وكان خلاص يعني يمكن كان عماد ساعتها شوية حس إن الموضوع شوية فيه صعوبة إن إحنا لأن بني وبينك برضو بصراحة الناس الإدارة في النادي المقاولين ناس محترمة تبتعاملنا ناس محترمة جدا إدارة محترمة بتديك الحرية في كل حاجة فعمد شوية بيخلي بالهم الحتة دي يعني كان أكتر إن هو المصلحة العامة مش بيدور على مصلحته أكتر ما هو بيدور على المصلحة العامة لمصلحة النادي الأول فكان كذا مرة هو بيشوف إن التوقيت دوت مناسب لإن هو يرحل عن النادي ويسيب المسؤولية لحد تاني يجي بشكل تاني بدوافع تانية بحوافز تانية للفريق الموسم ده يعني يمكن تقريباً الجهاز تمسك والإدارة تمسكت بالجهاز واللعيبة نفسها تمسكت وكملنا بشكل كويس يعني إحنا كنا يمكن لحد قبل 8 مباراة أو 10 مباراة من الموسم دوت كنا خلاص بالنفس على الهبوط يعني كنا في المركز المتأخرة جداً في الجدول بعد كده ربنا كرمنا والدنيا تزبطت بشكل كبير جداً ونهينا في مركز يعني في نص الجدول تقريباً الموسم الأخير دوت اللي إحنا بدأناه السنة دي الموسم اللي شغال دلوقتي دوت يعني فيه سوق توفيق شوية والنتاج مش أحسن حاجة فعمد حاسس إن ما فيش توفيق خلاص يعني هو حاس التوفيق مش مع الفترة دي فهو شاف إن ده توقيت الأنسب للإدارة بتاعت المقاولين إن هي تقدر عندك توقف كبير جداً لشانكسر أمم فده الوقت الأنسب هو كل واحد برضو حسب تفكيره أنا عالف أنت ممكن تقولي طب ما ده الوقت الأنسب إن أنت ممكن تصلح فيه وتعدل فيه كل حاجة بس هو كل واحد عام بتفكير يعني كل واحد عنده حسابات هو شاف إن ده توقيت المناسب إن خلاص أنا شاف إن الكيميا مش أحسن حاجة بينه وبين اللعيبة وهو عماد نفسه شاف إن الموضوع خلاص وقف لحد كده في النادي عرض على الإدارة الاستقالة الإدارة وافقت وافقت على طول مش عارف الكواليس بالزبط يعني إيه اللي حصل بس يعني هو غالباً عماد طلب الموضوع ده مرتين ثلاثة قبل كده الموسم اللي فات فما كانتش الإدارة بتوافق وكنا بنشوف النقاش والشد والجذب اللي بيحصل طب أنا عايزة أمشي طب لأ هتقعد هنزبط الدنيا والدنيا هتبقى كويسة المرة دي لا المرة دي ما كانش فيه كلام كتير يمكن لإن هو كان عماد كان مصمم كان مصمم جداً إن هو كان فيه طلبات للكارت العماد إن حاس ما تعملتش مش بكنا ما تعملت طلبات مادية طلبات لعبين ما تعملتش أول الموسم يعني كان عايز حاجات معينة وما حصلتش فهو مش أولي الدايق بس حاس إنه مش يقدر ينجح مثلاً مع المجموعة دي لا 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 إحنا موجودين في النادي وعارفين إمكانات النادي يعني إحنا عارفين إمكانات النادي إحنا مش من الأندية مش نادي مقاولين الأندية الغني أو اللي بيشتري لعيبة إحنا معظم اللعيبة بنحاول نتحرك في أرقام معينة أو بنشوف اللعيب الكويس الفري وبرضو إحنا في الأول في الآخر عماد لي سيستم شوية بندور على اللعيب على قد ما هو يبقى لعيب كويس هو كويس جوه الأوضة جوه قط اللبس رائج الأخلاقه كويسة عشان يحافظ على الفرقة يعني لكن إحنا شغالين وعارفين القصة عاملة إزاي وجايبين اختيارات واللعيبة على فكرة الفرقة كويسة جداً الفرقة اللي موجودة كويسة جداً والرأي اللي أنت بتتكلم عليه أن أنت عندك فرصة كبيرة جداً أنت تكمل ده برضو رأيي احترم جداً يعني رأيي احترم جداً يعني